اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بمعنى تظهر او يظهر السائل اللزوجة نتيجة لوجود قوة التماسك بين جزيئاته هذه القوة تجعل طبقات السائل غير قابلة للانزلاق بمعنى ان السائل يظهر اللزوجة نتيجة لوجود قوة التماسك بين جزيئاته هذه القوة توجد قوة احتكاك بين طبقات السائل فلو اعتبرنا ان هناك طبقتين من السائل تحصران بينهما طبقات اخرى وكانت الطبقة السفلية طبقة ساكنة او ساكنة وبالتالي تكون سرعتها تساوي صفر اما الطبقة العلوية فان سرعتها تساوي V اي لها سرعة وجود لزوجة للسائل تمنع انزلاق الطبقة العلوية وهذا يعني وهذا يعني ان هناك gradient في الفلوسيتي او تدرج في السرعة ما بين الطبقة السفلية الساكنة والطبقة القابلة للحركة العلوية هذا التدرج يظهر خلال المسافة الرأسية L ولإزاحة الطبقة العلوية فاننا نحتاج إلى قوة F S هذه القوة تتناسب تناسبا ترضيا مع مقدار سرعة الطبقات سرعة الطبقة بالنسبة للمسافة بمعنى التدرج السرعة اي تتناسب تناسبا ترضيا مع مقدار التدرج في السرعة وتتناسب تناسباً ترضياً أيضاً مع مساحة الطبق أي أن الـ F-S يساوي إيتا A في الفي على الأل حيث الإيتا هو معامل اللزوجة الإيتا هو معامل اللزوجة يصعب استخدام هذه المعادلة في حساب اللزوجة نتيجة لصعوبة حساب التدرد في السرعة المقدار في على الأل وبدلاً من ذلك نستخدم طريقة ستوكس وطريقة ستوكس تعتمد على استخدام كرة من معدن أو كرة صغيرة لها قطر R وكثافة مادة الكرة رؤس عند إسقاط هذه الكرة في سائل لزج بسرعة V هذا السائل له معامل اللزوجة إيتا وكثافة أي كثافة لهذا السائل دينستي رو إل بعد فترة من حركة الكرة في السائل بعد فترة من حركة الكرة في السائل تتحول السرعة سرعة الكرة إلى terminal velocity أو السرعة الحدية سرعة حدية نلاحظ أن الكرة يؤثر عليها عدة قوة قوة تؤثر إلى أعلى وقوة تؤثر إلى أسفل القوة التي تؤثر إلى أسفل هي عبارة عن قوة وزن هذه الكرة وهي عبارة عن FG أو gravitational force والتي تؤثر downward أو acting downward وزن الكرة هو عبارة عن M S في الجي حيث S subscribe to solid أو للكرة M كتلة الكرة هي عبارة عن حاصل ضرب volume للكرة في الدينستي يبقى إذن M G تساوي V rho في الجي حيث الرؤس كسافة مادة الكرة وحيث أن الشكل الكروي له حجم يساوي 4 على 3 باي في A تكعيب حيث L نصف قطر الكرة في الرؤس في الجي هناك قوتان تؤثران إلى أعلى هي قوة اللزوجة وقوة ستوكس أو قوة ستوكس قوة اللزوجة أو قوة ستوكس بالإضافة إلى قوة دفع السائل ليال بيونسي فورس أو البوينت فورس ليال FB حيث الـ FB طبقا لعلاقة أرشميدس وزن السائل المزاح عند إسقاط كرة أو عند غمر جسم في سائل فإن وزن السائل المزاح يساوي وزن الجسم المغمور وزن السائل المزاح يساوي وزن الجسم المغمور وقوة الدفع تساوي وزن السائل المزاح لها الـ ML في الجين تساوي حجم السائل المزاح في كسافة السائل المزاح في الجين وحجم السائل المزاح عند غمر الجسم حجم السائل المزاح يساوي حجم الجسم المرموع حجم السائل المزاح يساوي حجم الجسم المرموع أي أن الـ VL تساوي الـ VS والVS او حجم الكرة يساوي 4 على 3A باي اي تكعيب في الرو ال في الجي القوة الثلاثة التي تؤثر لأسفل هي قوة ستوكس او قوة اللزوجة وهي عبارة عن المقدار 6 باي اي تا في الفي عند وصول الكرة أثناء حركتها في السائل إلى التريمينال فلوسيتي او السرعة الحدية فيقال أن القوة في حالة اتزان وبما أن الكرة تتحرك حركة رأسية فإن القوة التي تؤثر لأسفل تساوي القوة التي تؤثر لأعلى القوة التي تؤثر لأسفل هي الFG تساوي الFS ذائد الFB بالتعويض من المعادلات 1 و 2 و 3 في المعادلة 4 نحصل على قيمة اليتا لمعامل اللزوجة حيث يساوي 4 على 3A تربيع G في الرو S ناقص رو L أو اليتا تساوي 2 على 9 في الـ A تربيع على V في الـ G في رو S ناقص رو L حيثه رو L كسافة السائل رو S كسافة الجسم الصلب أو كسافة الكرة الـ G الـ Acceleration to the Gravity الـ V سرعة الكرة سرعة الكرة والسرعة هي عبارة عن المسافة على الزمن أما الـ A فهي نصف قطر الكرة وتقاص الـ E في النظام الدولي بوحدة نيوتن ثانية لكل متر مربع أو بسكال لكل ثانية ويمكن أن تقاص أيضا بوحدة البواز نسبة إلى العالم الفرنسي بوازين والبواز can be defined as the viscosity of a liquid or fluid لأن الفيسكوزيتي هي خاصية للفلود أي الموائع اللي يتشمل الغازات والسواد هي تلك القوة اللازمة أو المطبقة أو هي تلك القوة اللازمة لإزاحة طبقة من السائل مساحتها 1 سنتيمتر والمسافة الفاصلة بين الطبقة التي تحتها 1 سنتيمتر والبواز عبارة عن القوة التي مقدرها 1 ضين لكل سنتيمتر مربع واللازمة لإزاحة طبقة من السائل بسرعة مقدرها 1 سنتيمتر لكل سكند تفصلها عن طبقة أخرى تحتها 1 سنتيمتر أي أن وحد قياس اللزوجة نيوتن سانية لكل متر مربع أو البسكال سانية تساوي 10 بواز وعادة ما نستخدم في قياس اللزوجة السنتي بواز والسنتي بواز بيساوي 10 سالب 2 من البواز وبإذن باستخدام المعادلة رقم 5 يمكن أن حساب معامل اللزوجة بمعرفة كل من نصف قطر الكرة وسرعة الكرة أثناء حركتها في السائل وبمعرفة الثوابت والدينستي للكرة أو لمادة الكرة والدينستي للسائل البروسيدور أو الخطوات نستخدم المركر بين أو الاستيكي تيب لعمل علامتين وفقياتين على الجدار الخارجي للأنبوبة ثم نحسب المسافة الرأسية بينهما نسجل هذه النتيجة في الجدار وذلك لحساب الفي الفي تساوي المسافة على الزمن المسافة الديستنت تساوي 34 سنتي لـ 34 من مية من المتر ثم نستخدم الميكرو ميتر لحساب نصف قطر كرة الرصاص نضع الكرة بين فكين ميكرو ميتر ونحسب القطر الديامتر ثم نقسم على 2 للحصول على قيمة الراديس أو نصف القطر نلاحظ أن الديامتر يساوي ثلاثة وخمستاشر من مية ميلي متر يبقى إذن ديامتر للكرة الأولى ساوي الثلاثة وخمستاشر من مية ميلي متر يبقى إذن الرديس يساوي واحد خمسمية خمسة وسبعين من مية في عشرة سسالب ثلاثة لتحويله إلى المتر بعد ذلك نسقط الكرة في السائل وفي اللحظة التي تمر فيها الكرة بمحاذاة الخط الأول ايه؟ نقوم بتشغيل السطبوتش حتى تصل إلى الخط الثاني بي نقوم بقفل السطبوتش وبذلك نحصل على قيمة الزمن وبقسمة المسافة وبقسمة المسافة على الزمن نحصل على قيمة V أو سرعة حركة الكرة في السائل كالتالي يجب أن تكون الرؤية عمودية على نقطة القياس نلاحظ أن الزمن يساوي سبعة ستة وتمانين من مية من الثانية يبقى إذن ال V تساوي المسافة اللي هي 0.34 على 7.86 بقسمة هذا المقدار نحصل على قيمة V وبمعرفة كل من رو S و رو L حيث الجسم الصلب من مادة الرصاص وكسافة الرصاص رو S تساوي 11.340 كيلو جرام لكل متر مكعب و رو كسافة مادة الجلسرين عند دورة حارة الغرفة تساوي 1261 كيلو جرام لكل لكل متر مكعب يبقى إذن حصلنا على قيمة نصف القط حصلنا على قيمة V لها السرعة وال J تساوي 9.8 متر على ثانية تربيع باستخدام هذه السوابت نحصل على قيمة الإيتا نحسب قيمة إيتا ب N نيوتن ثانية لكل متر مربع ثم نحولها إلى قيمة البواز نكرر هذه التجربة ثلاث مرات على الأقل ثم نحصل على قيمة متوسط قيمة إيتا بعد حساب إيتا في المجال الأولى والثانية والثالثة مثلا ثم نحصل على قيمة متوسط إيتا نحسبها بالمقدار أو نحسبها بوحدة القياس ميوتن ثانية لكل متر مربع ثم نحولها لقيمة أو نحولها لوحدة القياس البواز شكرا ترجمة نانسي قنقر